نداء أطلقه هذا الطفل عبر شاشة المهرية قبل أيام من مخيم النازحين في منطقة مكداه بمحافظة شبوة شرح فيه الحالة التي يعاني منها أهالي المخيم ومدى الآلام التي يكابدونها تحت تلك المساكن البالية ليصل نداؤه إلى منظمة ائتلاف الخير وإدارة وحدة النازحين ليقدم للمخيم مستلزمات إيوائية وإغاثية بهدف التخفيف عنهم من الظروف المعيشية الصعبة بعد المناشدات التي من أفراد المخيم عبر قناة المهرية قبل عدة أيام تمت الاستجابة معبر تنسيق من الوحدة التنفيذية للنازحين محافظة شبوة مع تلاف الخير وتم أرفع شيء من المعاناة التي يعاني منها أفراد المخيم ولكن لا زال مخيم يحتاج كثير من المتطلبات استجابة ضمت خياما وحمامات متنقلة وأواني للطبخ وخزانات مياه وسلة غذائية متنوعة لكل أسرة ليتقدم الأهالي بالشكر والامتنان لمن ساندهم ووقف إلى جانبهم ولقناة المهرية التي عملت على إيصال ندائهم ولفت الانتباه إليهم من قبل الجهات العاملة في المجال الإنساني نشكر من ساهم في رفع هذه المعاناة ونشرها عبر الجهات المختصة ونقدم الشكر لقناة المهرية على أصولها ورفع معاناة سكان المخيم لا يزال المخيم يفتقر إلى متطلبات عدة همها إيجاد سكن للأسر إضافة إلى مدرسة لتعليم أبناء المخيم وإيصال التيار الكهربائي إليهم ويأمل الأهالي أن تلبى مطالبهم في القريب العاجل نؤكد من هنا على شوح تدخل المنظمات في كل المجالات في مجال النازحين لا سمع بعد الموجات النزوح الأخيرة تزداد الاحتياجات لذلك نؤكد على قيامهم بأدوارهم وتحمل مسؤولياتهم ومزيد من التدخلات في مجال النازحين وفي كل القطاعات الحرب وما خلفته من أزمة إنسانية خانقة ضاعفت معاناة المواطنين وشردتهم إلى مخيمات النزوح وهذا المخيم نموذجا لتلك المعاناة التي يكتبون بنارها كل يوم عوض صالح قناة المهرية شبوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر